عمل إدارة الثقافة الإسلامية ووزارة الأوقاف كيفية تعزيز الثقافة الإسلامية في المجتمع الكويتي تحديدا وما دورها في تهديب العقول وتحصين الإنسان فكريا وفي ضوء مقاصد شريعة تحديدا مشاهدين الكرام نرحب وإياكم بالدكتور بدر بدراع الضفيري مدير إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حياك الله دكتور هذه ساعة المباركة الله يحييكم دكتور دائما نسولف ونتكلم أن نحن مسلمين نعتز به هذا الدين ولكن في ناس يتوصل الرسالة بطريقة خاطئة أو في ناس يتوصلها بطريقة مهذبة تخلي حتى غير المسلمين ولو أن ما هو من هذه الديانة ولا عند نية أن يتحول إلى الدين الإسلامي ولكن على الأقل يفهم الفهم الصحيح شنو دورنا أحنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حقيقة أشكر لكم هذه الاستضافة لنحاول نلقي فيها الضوء على عمل إدارة الثقافة الإسلامية هذه الإدارة المهمة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حقيقة لا شك بأن الوزارة لها رسالة واضحة تستهدف خطة استراتيجية تقوم بالتعاون مع قطاعات الدولة ووزارات الدولة الأخرى معنية هذه الرسالة بتناول ما تفضل فيه وهو بنقل الصورة الثقافية الإسلامية بالطريقة الصحيحة بالاستعانة بمتخصصين من أهل البلد لإدارة هذه الملفات وإدارة الثقافة الإسلامية هي الإدارة المعنية بنشر الوعي والثقافة الإسلامية الصحيحة في جميع الأماكن والمؤسسات في الدولة التي تكون خارج المساجد بيوت الله عز وجل هناك قطاع المساجد قطاع زميل لقطاع الثقافة الإسلامية هو المعني بإدارة هذه المساجد وجعلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلا بقطاع الثقافة الإسلامية هذه الإدارة للعناية بالتوعية الإسلامية وإدارة ملف الثقافة الإسلامية ونشر الوعي والفكر المعتدل خارج المساجد مثلا عندنا هناك أبنائنا من طلبة المدارس وأيضا أبنائنا في المراكز الشبابية وكذلك الجمهور عامة في جميع القطاعات فنحن حقيقة الرسالة ندرك أنها رسالة كبيرة رسالتنا تحتاج إلى تضافر جميع الجهود رسالتنا أيضا تحتاج إلى تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية الداخلية والخارجية حقيقة ومع جميع الجهات الحكومية والأهلية للوصول لنشر هذا الوعي وفق الطريقة الجيدة الطريقة العملية العلمية التي تساهم في ترسيخ مفهوم الفكر الإسلامي المعتدل الذي يتميز في أهل هذه الديرة الطيبة قيادة وشعبا فلا شك أن الكثير يسمع ويعي أن هناك مفاهيم مغلوطة حقيقة أنكم صريحين حول الدين الإسلامي داخل الكويت وخارج الكويت لكن دائما كعادتها الكويت مميزة دائما سواء في العمل الإنساني في العمل الفكري في العمل حتى جميع الأصعدة في ذلك أيضا تميزت في هذا الجانب جانب تعليم ونشر الوعي الإسلامي والفكر الإسلامي المعتدل في العالم كله الآن بحمد الله سبحانه وتعالى لدينا في الكويت كمؤسسات حكومية وحتى غير حكومية مراكز للتوعية كثير منها يكون بدعم من وزارة الأوقاف مركز أمير القلوب رحمة الله عليه شيخ جابر في نيويورك في أمريكا وأيضا عدة مراكز أخرى تعنى بنشر الفكر الإسلامي حفوال دكتور هذا المركز ترى أنت رحيم ونت تذكر نحن أول مرة نسمع فيه فإذا ممكن تعطينا عنه نبك لا هو لا شك أن هذه المراكز لها جهات وقطاعات مهتمة فيها نحن نتعاون مع جميع القطاعات التي تخدم السؤال التي تفضلت فيه في نشر التوعية والثقافة المعتدلة لكن نحن في إدارة الثقافة الإسلامية وأعود على هذا المحور المهم يعتني حقيقة بجعل ووضع برامج متخصصة وحملات مركزة لمعالجة بعض الأفكار الخاطئة وأيضا تعزيز بعض الممارسات التي حث عليها ديننا الإسلامي قبل عاداتنا أصلا متقاليدا يعني مثلا نحن لدينا عدة مشاريع سنأتي إن شاء الله الحديث عليها ولكن بالمجمل نحن نركز على ترسيخ الأخلاق الإسلامية وأيضا نركز على نشر الوعي في أهمية التواصل الصحيح مع الآخر سواء التواصل الأسري الصحيح وأيضا يعني كبر الوالدين والعناية بالأبناء وأيضا مع الجيران جميع المفاهيم التي حث عليها القرآن الكريم ورسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الأخلاق نحن نساهم بطرحها لشرائح المجتمع بطريقة متخصصة بطريقة تثبت في الذهن وتثري التراث الثقافي شلون؟ يعني أنا أتكلم عن لجنة المطبوعات والتصنيفات الفنية شون تقدرون توصيح حق الناس من خلالها؟ نعم إدارة الثقافة الإسلامية تتكون من عمودين مهمين لهذه الإدارة هي عبارة عن مراقبتين المراقبة الأولى مراقبة التوعية الإسلامية وهذه المراقبة فيها قسمي قسم يسمى الوعظ والإرشاد الديني من خلال هذا التقسيم وشرح قطاعات الإدارة ربما يأتي الجواب سلس على سؤال حضرتك بداية الوعظ والإرشاد الديني هذا القسم هو معني بالتعامل مع ملف الحالات التي تحتاج إلى توعية وتحتاج إلى فتح ملفات ووضع لها برامج تخصصية تسهم في حل هذه المشكلات مثلا القسم هذا يعنى بإخواننا نزلاء المؤسسات الإصلاحية نحن الآن في هذا القسم هو يعنى بجعل واعظين متخصصين لزيارتهم وهذا البرنامج تم تطبيقه في الإدارة والحمد لله هناك فائدة وأثر كبير على الأخوة نزلاء المؤسسات الإصلاحية وأيضا هناك وعظ يخرجون للمدارس سواء البنات أو مدارس الشباب بجميع المراحل كذلك أيضا هناك بلا شك أن الكويت تتميز بانفتاحها في جانب المؤسسات الحكومية وأيضا الجمعيات الأهلية والتجمعات الأهلية فإحنا حتى مخيمات الشباب وأيضا حتى الدواوين بحمد الله جعلنا هناك طريق ساخن وخط ساخن للتواصل مع جميع أفراد المجتمع بجميع الأماكن التي تدخل ضمن اختصاصاتنا طيب دكتور نحن الآن وصلنا لعصر صارت فيه تكنولوجيا تسهل عملية الوصول للناس كلها ففيه ممكن ناس يحاولون بطريقة بسيطة أهوى من نفسه يتكلم من خلال سواء انستجرام أو أي إن كان تطبيق يتكلم من خلاله ولكن يوصل لي ممكن أن يوصل لملايين الناس وأحيانا يكون بطريقة غير مقصودة يطلع منا شيء غلط يعني مثلا طريقة في الحديث أو حتى طريقتها في توصيل المعلومات تكون خاطئة هل لكم دور في توضيح وتبيان المعلومات المغلوطة؟ أو لا شك إحنا في وزارة الأوقاف يعني ممثلة في إدارة الثقافة الإسلامية استقبلنا هذا الانفتاح الهائل على يعني نطاق السوشيال ميديا وغيرها حالا حال جميع المؤسسات التقليدية لا شك أن هناك قفزات يعني الكل يحاول أن يسابقها أو يتلاحقها للوصول للشرائح المستهدفة في هذا المجال فمثل ما ذكرت أخوي سيمان فعلا الموضوع تم الانتباه له مبكرا في الإخوة في قيادات الوزارة وجعل هناك برامج واضحة جدا وخطط للحاق بهذا القطار قطار يعني المعلوماتية وكذلك لذلك نحن في وزارة الأوقاف ندعي أننا يعني مميزين جدا ومن أوائل من استخدم يعني التكنولوجيا الحديثة وهناك يعني شواهد كثيرة على ذلك بإمكان الآن أي شخص في الكويت سواء يعني من المواطنين هذه الدولة الحبيبة أو من حتى المقيمين على أرضها الطاهرة يعرف إيش البوابة الإسلامية البوابة الإسلامية هذه من المواقع يعني القديمة جدا والرائدة في مجال التوعية الإسلامية يعني من خلال هذه البوابة هناك عدة نوافذ للفتوى لإدارة الثقافة لإدارة الدراسات لجميع ما يحتاجه الإنسان المسلم في هذا المجال مباشرة وتفاعلية نعم مباشرة وأيضا نحن أيضا نتميز بأننا أكثر يعني مؤسسة ووزارة إداراتها لها حسابات على هذه البرامج مثل تويتر وإنستغرام وغيرها من البرامج ولذلك إحنا مدركين لهذه القطية مدركين أننا يجب أن نواكب هذا التطور السريع مدركين أننا يجب أن نعد أنفسنا ومن تحتنا من كوادرنا للحاق بهذه الثورة المعلوماتية حتى نستطيع أن نوصل هدفنا ورسالتنا إحنا لا شك الكل يعني يتفق أن رسالتنا هي رسالة سامية لأن وزارة الأوقاف هي رسالة الأمن الفكري للدولة يعني كما أن وزارة مثلا داخلية هي للأمن وحفظنا أيضا إحنا نعي مسؤوليتنا وفضورتها هناك فعلا مثل ما ذكرت مفاهيم مغلوطة هناك أيضا يعني نستطيع أن نسميه يعني غزو فكري يستهدف شبابنا سواء للجنوح فيهم إلى التطرف والإرهاب أو الانحلال والإلحاط لذلك نحن دائما يعني نحاول أن نقوم بالمسؤولية هذه ونشر الوعي الحقيقي وفق الإختصاصات المناطة لنا ووفق الأسلوب يعني الجديد والجميل اللي الإنسان يعني بمجرد أن يساهم في أي نشاط من يعني نشاطات وزارة الأوقاف ممثلة بإدارة الثقافة الإسلامية يجد أننا استطعنا أن يعني ننزل للناس في أسواقهم في مدارسهم في أيضا حتى يعني سيئة الحديث عن مهرجاناتنا حتى أيضا في المخيماتهم في مواسمهم عندنا أنشطة مميزة بذلك لذلك هذه يعني الجانب المتعلق بمراغب التوعية الإسلامية نعم طبع دكتور دوي الاحتياجات الخاصة وينكم لا شك أيضا إحنا أيضا في نطاق التواصل وتحقيق الشراكة المجتمعية جعلنا لنا خطوط مع جميع الفئات ومن أهم هذه يعني الأخوة اللي تواصلنا معاهم أخواننا وأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا وزارة الأوقاف غنية أن نتحدث عن مشاريعها السابقة اللي قامت فيها القطاعات شتى في قضية فتح المراكز ويعني تقديم الخدمات الشرعية والتعليمية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة نتكلم عن إدارتنا كونها أيضا في يعني تدير مراقبة المطبوعات والمصنفات الفنية وهذا يعني المراقبة دورها عظيم وهي تقوم بالدور الأكبر حقيقي اللي يساهم في بناء التراث الفكري والأدبي الثقافي الإسلامي للدولة لذلك إحنا يعني من باب تحقيق الشراكة كما قلت تواصلنا عمل الأخوة في الجمعية الكويتية المكوفين واستطعنا أن نخرج مشروع جميل جدا خاص فيهم وتم طبعته من قبل إدارة الثقافة الإسلامية بطريقة برايل وكانت عدة يعني مصنفات ومؤلفات حازت على يعني إعجاب جميع المهتمين في الأخوة المكوفين والآن إحنا إن شاء الله تم توريدها أيضا توزيع جزء منها وتم توريد كمية أخرى الآن إحنا في طور توزيعها على نحاول أن نستوفي جميع الأخوة المكوفين اللي يحتاجونها كذلك أيضا هناك عدة مشاريع الآن تقوم بها إدارة الثقافة الإسلامية دكتور من أهم المشاريع اللي ودنا نسألف عنها هو مشروع مجالس الخير ولكن بعد فاصل قصير دكتور بدر من وزارة الأوقاف وحديثنا عن تكريس الثقافة الإسلامية في المجتمع قبل أن نطلع في هذا الفاصل كنا نتكلم عن مجالس الخير من مشاريع الإدارة المميزة التي تركت فعلا بصمة واضحة في المجتمع لو نتكلم عن هذا المجتمع نعم مجالس الخير هو حقيقة مشروع قيمي واعي استعنا فيه بخبراتنا الأكاديمية والمشايخ والعلماء اللي العاملين أصلا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا المشروع هو موجه إلى أبنائنا في المدارس نعم والآن دشنا هذه النسخة لهذا العام وستنطلق إن شاء الله في بداية الشهر القادم بعد فترة الأعياد الأيام الوطنية فهذا المشروع هو موجه لهذه الشريحة بحيث أننا نجعل لنا خطة عمل نستهدف من خلال هذه الخطة بعض المواضيع الحساسة اللي فعلا ظهرت وانتشرت في الأون الأخيرة بين أوساط عيالنا وأبنائنا لذلك إحنا عندنا عدة مواضيع من خلال هذه المجالس الخير هي عبارة عن محاضرات مركزة يكون فيها تفاعل بين المحاضر وبين الطلبة يتم خلالها تسليط الضوء على قضايا مهمة مثل ما قلنا قضايا أخلاقية قضايا تهتم بتعزيز اللحم الوطنية والوحدة الوطنية كذلك أيضا قضايا نحاول بأسلوب مبسط أن نوعي عيالنا بخطورة مثلا التطرف الفكري وغيره كذلك نحاول أن نوعيهم بخطورة الانحلال الخلقي أو الإلحاد أو غيره من الأمور اللي قامت تدخل علينا من خلال السوشال ميديا وغيره لذلك هذا مشروع مجالس الخير هو حقيقة مشروع رأة نتعاون فيه مع إخواننا في وزارة التربية والتعليم العالي وإحنا من هذا الموطن نوجه لهم الشكر الجزيل حقيقة هذا التعاون وجد صدى جميل عند أولياء أمور الطلبة وعند المهتمين في التعليم إذن دكتور لكم تعاون مع الجامعات ما هو بس وزارة التربية نعم ولا شك نمد أيدي التعاون لجميع المؤسسات الرسمية في البلد ومن ضمنها أيضا الجامعات ونحن أيضا لدينا في الخطة إن شاء الله بدءا من 1.4.2018 أيضا خطتنا ستكون وسيجعني تظهر عيانا للمجتمع الكويتي بجميع مؤسساتها لدينا إن شاء الله بإذن الله رؤية أبرز ملامحها دكتور شنو راح تكون؟ لا شك إنه ستكون يعني الملمح الأول لهذه الرؤية إنه سيكون بصورة جديدة وحديثة سننزل بقوة إلى وسائل التواصل الحديثة أيضا سنحاول أن نستعين بكوادرنا الشبابية الوجوه الجديدة يعني يكون مثلا سترون في تغير نقلة نوعية في الطرح التقليدي سنحاول أن نبرز مبادئنا وأفكارنا ونحالج القضايا الفكرية التي الآن يلمسها الجميع سواء ولياء الأمور أو غيرهم المهتمين بالتربية يلمس أمور وظواهر سلبية وخطيرة في المجتمع إحنا سنحاول أن نعالجها بخطط جديدة وبرامج مركزة وبإذن الله ستكون عدة أقسام منها يعني على سبيل المثال فقط عندنا مهرجان اللي هو مهرجان الربيع الثقافي هذا مهرجان يتم الآن التحضير له سيحدث نقلة نوعية في إدارة الثقافة الإسلامية من خلال هذا المهرجان سنحاول أن نجعل هناك برنامج ثقافي متواصل بدءا من العام الدراسي بدءا من انتهاء الفصل الأول من العام الدراسي إلى فترة الربيع سنحاول أن نجعل هناك نساهم في قضية المخيمات أيضا في قضية البرامج اللي تكون أيضا في المؤسسات الرياضية النوادي وغيرها أيضا سيكون هناك تعاون مع الإخوة في وزارة الشباب وغيرها من الجهات اللي هي عم الشباب والرياضة سنحاول أن نقيم عدة برامج بالتعاون معهم إن شاء الله طيب دكتور قبل ما أسألك عن الاستضافات الدعوية اللي هي طبعا على رأس عمل إدارتكم وآلية عملها شفنا في الفيديو قبل شوي دعم من محافظة الفروانية نعم مع الشيخ فيصل الماليش الصباح ووجوده معكم هل في تعاون فعلا بينكم وبين المحافظات بحيث أن وجودكم يكون مدعوم بحضورهم هو لا شك أن جميع أنشطة الإدارة والوزارة عموما لا يمكن أن تنجح إلا بتحقيق التعاون مع جميع المؤسسات وأيضا مع الشخصيات اللي لها دور في المجتمع هي جهودهم مشهورة ومقدرة لو أنت تكلم عن الاستضافات الدعوية الثقافية اللي تقيمها الإدارة وآلية العمل فيها نعم لا شك أن الاستضافات هو مشروع ثابت ودائم لدى إدارة الثقافة الإسلامية ممثلة بمراغبة التوعية الإسلامية هذه الاستضافات تميزت فيها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حقيقة يقوم هذا البرنامج على استضافة الناس اللي مميزين في مجال الشريعة الإسلامية والثقافة الإسلامية من سائر البلدان الإسلامية نعم فليلاحظ حقيقة بمجرد البحث عن محاضرات شرعية وأيضا دينية في الكويت سيجد أن أغلب هذه الاستضافات سواء أعضاءها يتكبر العلماء المفتين في المغرب العربي والمشرق العربي وحتى في العديد من البلدان القليات الإسلامية نحن كل شخص مميز يتسم بالفكر الوسطي ما عندنا منع في التعاون معه وفق اللوائح المعمول فيها في الوزارة لذلك برنامج الاستضافات حقيقة هو نأتي بوجبات شرعية وثقافية من أشخاص لديهم قبول في المجتمع الكويتي نحن دائما ضيوفنا يتميز بالحضور الواسع الجماهيري وهذا هو الهدف الأساسي من كل التخصصات؟ من جميع التخصصات التي تعنى فيها الثقافة الإسلامية اللي هو تحقيق الوعي الإسلامي نحن لنا تخصص معين بجانب مؤسسات الدولة وقطاعات الوزارة المختلفة لكن نحن رسالتنا دينية لتحقيق الوعي الإسلامي والثقافة الإسلامية دكتور يمكن السؤال الآن واللي يطرح نفسه هل لكم متابعة أو هو مجرد أداء أمانة؟ يعني الكتب الموجودة في الجمعات والمعاهد وزارة تربية وغيرها هل لكم متابعة عن عدد والله المنطلعين عليها عدد خراءها؟ نعم ولا مجرد توصيل أمانة فقط؟ نعم حقيقة هذا السؤال يسوقنا إلى الحديث عن مراقبة المطبوعات والمصنفات الفنية وتحديدا إلى لجنة مراجعة المطبوعات إدارة الثقافة الإسلامية منذ أنشئت لديها لجنة المراجعة هذه اللجنة مهمة جدا للكويت عموما لجميع المؤسسات يعني هذه اللجنة أي كتاب يريد أن يطبع أو يدخل الكويت سواء في معرض أو غيرها يجب أن يمر على هذه اللجنة أقصد الكتاب المتخصص في الدين ومفاهيم الشرعية لا بد أن يمر على هذه اللجنة التي تكون برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الثقافية وبوجود أعضاء متخصصين في هذا المجال فالحمد لله نحرص جدا رغم العداد الهائلة وكم العمل الملقى على عاتق الإدارة وعلى عاتق هذه اللجنة إلا أننا نتابع كل ما يمس الشأن الديني من الكتوب والمطبوعات التي تدخل لكويته دكتور عفوا يعني قد يسأل سائل هل يتم الحكم على الكتاب من غلافة ومن عنوانة ولا في شخص متخصص لقراءة هذه المصلفة نعم لا شك إحنا جهة نستقبل طلبات المراجعة وأكثر جهة هي اللي نتعاون معها هي وزارة الإعلام وزارة الإعلام لديهم هناك قطاع مختص يرسلون الكتب اللي ترد إليهم فهم يرسلون لنا نراجع الجانب اللي متعلق فينا الجانب اللي يمس الدين هذا تخصصنا إحنا في الجانب هذا نراجع ويعني نفلتره ونضع الملاحظات ثم نرجعه هناك أيضا لجان أخرى في المجتمع وأيضا في عدة مؤسسات وهما أيضا يكملون دورنا فإحنا دورنا تكاملي لكن فيما يمس الجانب الديني إحنا لجنتنا تقوم على هذا الجانب فالحمد لله إذا كان الكثير يعني من بعض المجتمعات غير الكويت يعاني من كثرة المطبوعات اللي يعني تكون فيها نوع من الانحراف الفكري أو الانحلال إحنا الحمد لله لن تجد في معارضنا مثل هذه المؤلفات هناك لا شك في مساحة للاختلاف ومساحة للتجار من النقاش؟ أين على النقاش؟ الحمد لله يمكن أن يكون هناك شيء يمس الثوابت الدينية أو يعني يمس الثوابت الوطنية لا شك أنه خطأ نعم لا شك أن هذا خطأ أحمر لدينا ويعني لا شك أن الجميع يسعى لهذا الأمر وهذا ليس باب يعني كما يقال التشدد في الموضوع أو التضييق لا بالعكس أنت تناول فكرة معينة واطرحها بشكل اللي تراه لكن إذا يعني في الأمور الثوابت هذه الكل يجمع عليها وضحت دكتور بعد الفاصل رح نسألك عن استعداداتكم لعيادة الوطنية عسى ربي يديم لعيادة على هالبلد ومن فيها لكن بعد الفاصل أود لكم مشاهدين الكرام استمرين بالحديث مع ضيفنا من داخل الستيديو الدكتور بدر بدراع الضفيري مدير إدارة الغافة الإسلامية في وزارة الغافة الشؤال الإسلامية دكتور قبل الفاصل كنا نسألكم عن استعداداتكم للعياد الوطنية والاحتفالات الوطنية التي تمر فيها دولتنا الحبيبة دولة الكويت شنو استعداداتكم نعم حقيقة بداية يعني الإجابة على هذا السؤال أنا يعني أهني وأرفع عيات التهنئة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وإلى عموم الشعب الكويتي بهذه المناسبة اللي حقيقة ذكرنا بأننا يعني نحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعم نعمة الأمن والأمان والاستقرار اللي الحين الناس بدأت يعني تعيها وبدأت تلمسها وبدأت تستشفها لما نشوف العالم يعني في هذه الأقاليم المتهبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرفع البلاء عن المسلمين لكن الحمد لله تجد أن الكويت الآن هي المأوى اللي يلتج إلى كل يعني محتاج وكل خائف وهذا يعني يعطي لكل دلالة واضحة كيف أخذت الكويت أنها تكون مركز إنساني مميز بقيادة حضرة صاحب السمو أمير الإنسانية لذلك الآن يحق لكل كويتي ومقيم على هذه الأرض أن يفخر ويفرح بهذه المناسبات الوطنية اللي من الواجب حقيقة أن نذكر أبنائنا فيها وهذا مبدأ يعني حتى إنساني ومبدأ ديني لأن حب الأوطان هو من الإيمان حقيقة ومن الوفاء لذلك نحن في إدارة الثقافة الإسلامية وحرصا على تعزيز هذه المبادئ لنا كل سنة من يعني ما يقارب العقد من الزمن من عشر سنوات في هذه الأيام نحرص حرص شديد أن نضع لنا بصمة في هذه الاحتفالات الوطنية لذلك أيضا البارح فقط أمس بدأ عندنا مهرجان فرحة بنسخته الثامنة المهرجان الوطني فرحة بالنسخة الثامنة وحقيقة الكل الآن يعني يتحدث عن هذا المهرجان لأن حقيقة هو مزيج من الإبداع والتركيز والعرض الجديد والمتنوع للفقرات يستهدف أحبابنا وأكبادنا من الشباب والأبناء لذلك هذا المهرجان الوطني سيمتد إلى مدة أسبوع سيكون في عدة محافظات بدأ أمس في السالمية وإن شاء الله اليوم سيكون حط الرحال في مجمع ديسكيفوري وهنا في العاصمة محافظة العاصمة وهذا المهرجان حرصنا فيه أيضا على أن يكون فيه نخب ونجوم أيضا لهم حضور جماهيري وواسع الآن تعرفون أن هناك قنوات إسلامية وتحرص على الكفاءات الشبابية لذلك إحنا شفنا وين الفرقة من النجوم المميزين اللي عندها قبول للأطفال والشباب فأتينا بهم في الكويت لذلك إحنا الآن مثل ما ظهر بالتقرير مثل هذه الفعاليات على رأسها مهرجان فرحة الذي يقيمها الأخوة في المراقبة مراقبة التوعية الإسلامية في الإدارة لذلك إحنا حرصنا أن ننوع هذا المكان ونظر للطلبات الكثيرة جعلنا في عدة محافظات اليوم مثل ما قلنا في محافظة العاصمة غدا في محافظة الأحمدي في حديقة الرقة العامة إن شاء الله وأيضا هناك مفاجآت وجوائز مرصودة لكل المشاركين ومن هنا أدعو الجميع للحضور والمساهمة في هذا العرص الوطني وأيضا سيكون الختام في قرية صاحب السمو قرية الشيخ صباح الأحمد للتراث الشعبي في السالمي في محافظة الجهرة سيكون هناك آخر يومين إن شاء الله هناك تعرفون سيكون في الهواء الطلق ونحن جعلنا استعدادات مهمة ونشكر الأخوة أيضا في إدارة القرية العالمية هناك حقيقة مفاجآت لا نستطيع أن نعلن عنها لكن نود نود أن الأخوة يحضرون معنا حتى يشوفوا ويشاركوا بأنفسهم في هذا المهرجان وأنا أقول حقيقة دائما الإنسان يحاول في هذه العراس الوطنية يساهم في خلق البسمة نعم خلق الفرحة يعني أن يحاول من هذه العراس الوطنية أن يغرس في أبناءه سواء إذا كان هو يعمل في مؤسسة مثلنا في وزارة الأوقاف أو حتى في البيت حاول هذه الفرص مثل الإنسان يشتكي من أن هناك مفاهيم مغلوطة وكذا من خلال هذه الأيام والعراس الوطنية تستطيع أن تغرس حب الوطن تعزز الانتماء للوطن لهذه التراب الطاهرة أيضا تحاول أن تبين لهذه الأجيال التاريخ التي انبنت فيه هذه الديرة العظيمة الكبيرة هذا الوطن الذي الآن حقيقة لا ينكر دوره ولا يجحد أثره أي عاقل في العالم أجمع الحمد لله الكويت الآن في مصاف الدول المتقدمة ليس بالإعلامها أو مثلا بأموالها لا في إنسانيتها الإنسان هو أهم شيء لدى الدول تركز عليه الدول المتحضرة المتقدمة لذلك الحمد لله استطاعت الكويت أن تتبوأ دورا عظيما من خلال جميع مؤسساتها ونحن في وزارة الأوقاف ومثلة في إدارة الثقافة الإسلامية مدركين لهذا الجانب ونحاول أن نبرز هذا الجانب وهذه المفاهيم الوطنية الراقية الإنسانية ونعززها في أجيالنا إحنا حقيقة المهرجان متواصل لأربع أيام قادمة وأيضا أكرر الدعوة للجمهور للحضور والمشاركة في فعاليات التي تقيمها إدارة الثقافة الإسلامية دكتور سعادتنا لا توصف باستضافتك ووجودك معنا في كويت اليوم وتحديدا في دارة الضوء ولكن قبل الختام أريد أسألك يعني شون شفتوا تفاعل الأطفال معكم أمس وأيضا المشاركين في محافظة حوالي كنت أمس؟ نعم أمس بدينا بالسلمية حقيقة هو التغطية اليوم سيتم تداولها حقيقة احنا تفاجأنا بكم الحضور وأيضا بالاستعداد المسبق كما ذكرنا هذه النسخة الثامنة والأخوة في مراقبة توعية الإسلامية حقيقة لديهم تحديث دائم للفعاليات والأنشطة بما يتناسب مع العيالنا وأحبابنا من الأطفال وأيضا من العوائل لذلك أمس حصلت مواقف جميلة وأيضا جو من الفرحة نستطيع أن ندعي أن نقول نحن دشنا في إدارة الثقافة الإسلامية بداية الأجواء والأعراس الوطنية نفتخر بهذا الموضوع نستطيع أن ندعي أننا دشنا الأعراس الوطنية الآن بعد طبعا رفع العلم استطعنا أن نزاحم المؤسسات التي تتسابق في خدمة الكويت وفي المساهمة فيها الأعراس الوطنية فالحمد الله أمس في بداية انطلاق مهرجان فرحة الثامن مهرجان الوطني فرحة استطعنا أن نلمس هذه الفرحة دكتور تدري شلو الحلو وتوشح الجميع بإعلام الكويت وتزينوا بأصول صاحب السمو الحلو أن عادة الاحتفالات سواء كانت الوطنية أو غيرها حتى في الأعياد دائما يقول لك أن شلون وزارة الأوقاف تسوي احتفالات لا ما هي حب الوطن وغرس الدين أثنيناتهم يصبون في مصلحة واحدة فجميل عملكم مقدر ونتمنى لكم التوفيق الله ولكم وعافية في باقي المحافظات الله يدزاكم خير لا شك نعم هذا شيء مهم ونعتز فيه ومن الأساسيات لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها أيضا تعزز هذه الجوانب ونوعي المجتمع في أن هذا حب الوطن وهذه المفاهمية أصلا من الدين وليست شيء جديد علينا لكن يمكن إحنا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مثل ما قلت لك نظرا لأن الإقبال يعني والتسارع في الإعلام يحتاج كمؤسسة إحنا تقليدي أو مؤسسة رسمية يعني نحاول نتلاحق هذا القطار السريع نعم وإحنا إن شاء الله أيضا في إدارة الثقافة الإسلامية بخطتنا الاستراتيجية بالتعاوم مع قطاعات الوزارة وتحت قيادة معالي الوزير المستشار الدكتور فهد العفاسي والأخ فريد عمادي الوكيل الوزارة أيضا نحاول أن دائما أن نعزز هذه الصورة النمطية فعلا كسر توصر نعم نعم يعني وهذا كل حقيقة الإنسان ما يتدخر أي جهد في خدمة هذه الديرة كل التوفير نستمنى من الجميع يعني أن يدخل على الويب سايت وأول موقع تويتر لوزارة الأوقاف وحتى إدارة الثقافة الإسلامية ويقلب في النوافذ الموجودة وسيرى إن شاء الله كل ما يحتاجه يتعلق في الشأن الديني وفي الثعاب ويستطيع أن يتعرف إلينا في وزارة الأوقاف وفي أنشطتنا أنا أيضا يعني في هذه المناسبة أحب أن أؤكد أن أبوابنا مفتوحة لجميع الاقتراحات من الأخوة المهتمين في الشأن الثقافي نحن الآن مقبلين على خطة جديدة لإدارة الثقافة الإسلامية وأيضا نحن نسعى إلى مشاركة جميع المؤسسات نحن نوجه دعوة لجميع المؤسسات المهتمة بالفكر والثقافة والأدب وبناء التراث الفكري الوطني وهذا أحد دعائم تركيزنا أن نحاول أن نركز على العنصر الوطني في إدارة الثقافة ونحاول أن نبرز الكفاءات الكويتية الوطنية والسواعد الكويتية ونبرزها ولذلك نحن في سواء مراقبة التوعية أو مراقبة المطبوعات هناك برامج عديدة تستقطب الكفاءات فنحن أبوابنا مفتوحة مواقعنا على تويتر وإنستغرام وغيرها مفتوحة لأي اقتراح يتعلق في البرامج الثقافية والمطبوعات على حد سواء دكتور بدر بدراع الضفيري مدير إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الوقاف الشؤون الإسلامية شكرا جزيلا على تلبيه الدعوة وحضورك معنا في الستيديو مشكورين ما قصرته دكتور إذن هي ثقافة موجودة في الكويت ونحن كلنا تحت راية الإسلام نحب الوطن وهو فعلا يحبنا تراب هذا الوطن غالي عسى ربي حفظي يا رب